هذه المبادرة التي تفضل بها السيد رئيس الجمهورية وهو التأسيس لخطاب سنوي يقدمه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين هذا وفقاً للمادة 150 من الدستور التي تقول بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم خطاب أمام البرلمان هذا من الجانب الدستوري وهذا تكريس لأن رئيس السيد رئيس الجمهورية يعني يولي أهمية كبيرة للسلطة التشريعية وللبرلمان بغرفته ولطالما السيد رئيس الجمهورية أثنى وفي عدة لقاءات صحفية تكلم على أنه يثني على المجلس الشعبي الوطني والتركيبة المجلس الشعبي الوطني والشباب يعني عنصر الشباب الموجود بالمجلس الشعبي الوطني وهذا الخطاب الذي سيوجهه السيد رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية وأعضاء البرلمان بغرفته عنده دلالات سياسية هو أن السيد رئيس الجمهورية منذ مجيئه وإرساء البناء المؤسساتي سواء من خلال تعديل الدستور والتجديد المجالس المنتخبة الوطنية المجلس الشعبي الوطني والتجديد النصفي المجلس الأمة والمجلس المنتخبة المحلية بعد هذا الإرساء البناء المؤسساتي والاستقرار المؤسساتي هذا اللقاء يعطي نظرة ويعطي رسالة هو أن هناك انسجام انسجام ما بين مختلف مؤسسات الدولة لتشتغل في شكل تكاملي وشكل توافقي لتحقيق الأهداف الكبرى التي نطمح إليها ولتحقيق المتضمنة أساسا في برنامج السيد رئيس الجمهورية هذا الخطاب سيكون كذلك يعني يتضمن أن السيد رئيس الجمهورية يقدم حوصلة لأربع سنوات من الحكم يقدم نظرة ويعطي إحاطة يعني حول الإصلاحات ونتائج الإصلاحات إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي يضع الأمة إن صح التعبير في الصورة فيما يخص الوضعية الاجتماعية والوضعية الاقتصادية ويكرس ثقافة جديدة يؤسس لها السيد رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الدولة وفي إدارة الحكم القائمة على الحكم الراشد وعلى الشفافية وعلى يعني أنه يخاطب الأمة من خلال من؟ من خلال حضور ممثل الشعب لهم المنتخبين لهم أعضاء الشعب الوطني وأعضاء المجلس الأمة وهذه عندها دلالة كبيرة أن السيد رئيس الجمهورية يعطي قيمة كبيرة لهاته المؤسسات يعني وشفنا دعيني نفتح قوس هنا شفنا أنه في فترات سابقة جرى تهميش كلي للمؤسسات الشرعية فالسيد الرئيس من خلال هذا اللقاء ومن خلال الخطاب لقدمه أمام البرلمان بغرفاته وفقا للمادة 150 من الدستور نؤسس لمرحلة جديدة في إدارة شؤون الحكم وهو أن هناك احترام للمؤسسات تكامل ما بين المؤسسات توافق ما بين المؤسسات لأن الهدف واحد ما هو هو خدمة هذه الدولة وخدمة التنمية ويعني التحقيق الرفاهية للمجتمع كذلك الوضع يقتضي الراهن يقتضي وبالنظر إلى التحولات الجو سياسية وبالنظر إلى المخاطر التي هي موجودة كثيرة خاصة في محيطنا الجو سياسي أن نتكاتف أن نتماسك أن تكون هناك لحمة وطنية قوية واللحمة هذه تبدأ بهذا التجانس ما بين مختلف مؤسسات الدولة بهذا التوافق في الرؤية والتوافق في تحقيق الهدف وهذا ما يحرص عليه السيد رئيس الجمهورية ونحن مرة أخرى نثمن هذه المبادرة ستؤسس لتقليد سانوي أن السيد رئيس الجمهورية يخاطب الأمة من خلال يعني الممثل الشعب اللي هو البرلمان بغرفته